مكالمة من فريد أهلا وسهلا فريد من شمال أفريقي أهلا وسهلا انت معانا على الهوى أهلا مرحبا بكم أهلا وسهلا فريد معكم فريد من شمال أفريقي أهلا وسهلا أنا عندي سؤال حول شخص المسيح فضل يعني في المسيحية المسيح هو الله وفي نفس الوقت وابن الله يعني السؤال هو كيف يعني يمكن أن يكون إنسان يعني مثلا أنا أبي أبي لا يستطيع أن يكون أنا يعني الأب الأب والابن ابن كيف يكون في نفس الوقت شخصين في شخص واحد هذا هو السؤال التاعي طيب خليك معانا أخ فريد نسمع الجواب من الأخ يوسف سؤال كتير كتير حلو على فكرة وأنا بشكرك على هذا السؤال إحنا أنت سمعت السؤال أخ يوسف مرات إحنا منقول يسوع هو الله الله الظاهر في الجسد وكتير الاستلاح الأكبر اللي منستخدمه أو الأكثر شهرة هو يسوع ابن الله فكيف نصالح الاستلاحان معا في نفس الوقت المشكلة عند بعض المشاهدين والمستمعين أنهم فاهمين البنوة بأسلوب جسدي محت فطبعا أنا غير أبوية آه لكن لما بنقول للمسيح ابن الله هل نقصد أن فيه علاقة جسدية حدست في وقت من الأوقات والله أنجب ابنا حاشة طبعا في المسيحية يعني ترفض هذه الفكرة ده تجديف مش بس تجديف تعتبرها يعني حاجة سخيفة إهانة بقول أنه الله عنده ابن أو ولد أو صاحب أو تزوج وحده كل دي كلام شيطاني يعني أتمنى أنه يكون الأخ صاحب السؤال مش واقع في الغلطضية أتمنى ذلك من قلبي لا المقصود باللما يقول أنا والآب واحد هنا بيتكلم عن علاقة حب حقيقية وعلى فكرة ده مش بعيد عن استخداماتنا فنحن نقول ابن النيل وابن السبيل وبنت شفة احنا ما نقصدش إطلاقا المعنى الحرفي هنا لكن المعنى الأدبي والمجازي فلما نقول ابن النيل علاقة الوثيقة بالنيل ابن الفراط وهكذا فهنا ابن الله ليس معنى ذلك أنه هناك ولادة جسدية حدثت من الله في وقت من الأوقات حاشة لكن علاقة حب وتمثيل يعني أرسل إليهم ابني لعلهم يهابونه فالابن يمثل الآب والابن بيتكلم عن محبة الآب يحب الآب محبة عجيبة في الأسل والتمثيل والمحبة والمعادلة أنا والآب واحد هذه كلها معاني روحية ونحن نربأ تماما ونبتعد كليا عن المعنى الحرفي الحسي الذي ده مش مجاله اللهوت إطلاقا لكن ده في العلاقات البشرية طبعا وإحنا كمؤمنين نؤمن بالتميز يعني الآب متميز الآب له عمل سواء بالاختيار أو إرسال الإبن والإبن يتميز أنه أنجز العمل الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا الروح القدس هو ختم الختم على هذا الخلاص ولما نقول إبن الله هو في ألقاب يعني المسيح كلمة الله الكلمة صار جسدا فالإبن لأنه ينتسب إلى السماء الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع معنى روحي عميق للتميز عن الله الآب ونقدر نقول أن الأقنوم تميز دون انفصال نعم يعني الإبن متميز عن الآب دون انفصال أنا والآب واحد أو امتزاج دون امتزاج ما نخلطش الموضوع يعني كنوع من المرتبية أو كنوع من الأسبقية أو لا إحنا في كل أقنوم له تميز وهذه لما نقول إبن الله لا نعني التناسل الجسدي أخ فريد وفي نفس الوقت الكلمة المفهومة عندك طبعا لأنك أنت من شمال أفريقيا المسيح هو كلمة الله إيه يعني كلمة الله أخ يوسف المعبر عن الله المعبر الفكر الله هذا ما نقصد فيه سؤال كتير حلو ربني يباركك وأنا أصلي أنك تبحث عن هذا الموضوع وتجد الإبن الكلمة يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة